حتى وهو على الصليب يعني قال يسوع كلمات لم يقلها أحد يسوع بيهتم بالمطوبة القديسة مريم العذراء وبيهتم بالتلميذ وبيتكلم مع يحنى يقول لتلميذ يحنى هو ذا أمك ثم يقول لأمه مريم هو ذا ابنك على الصليب يهتم وهذا اندل بدل إنه ما كانش شخص واحد تاني شبه إلي يعني أكتر شيء ماما نوز الأم بتعرف ابنها إذا هو إلا مش هو على الصليب بعدين كلماته على الصليب غريب إنه في لصين كانوا بيجتفوا عليه وكانوا يعني بعيروا بيسوع المسيح بعدين فجأة في لص كان على الصليب صحي وبيتكلم مع الشخص التاني يعني إحنا بحق بعدالة فعلنا منستاهل يعني إنه إحنا موجودين على الصليب بعدين بيلتفت يعني أمعرفش كيف برغم الآلام الشديدة بيلتفت إلى يسوع ويقول له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس وعلى فكرة إلى آخر لحظة يسوع قال في الجملة الأخيرة أنا عطشان وبعدين مكتوب نكس الرأس وأسلم الروح عادة الشخص يسلم الروح فالرأس يسقط لكن بالعكس كما قال يسوع لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها والتوقيت كانت توقيت الإلهي قبل دخول السبت مات المسيح اللي هو فصحنة مات على الصليب فالسؤال هل الصليب هزيمة أم انتصار ابقوا معي حتى أقول لكم الاستبيان بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة